اشتركوا في القناة وفيه عالية فهو من وزارة الصحة فحص التفول إجباري لكل موليد مجرد ما الأم تولد إذا في مستشفى خاص بيعملوه قبل ما يطلعوا الأم والطفل من المستشفى فمباشرة بيعرفوا أنه هذا الطفل عنده تفول إذا ما نعمل في المستشفى عأول موعد إله في المركز الصحي البيبي بيعملو له بيسموه فحص الكعب إجباري بينعمل له هذا الفحص عشان يعرفوا أنه عنده تفول أو لا لأنه مسبة الإصابة في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط كتير كبيرة تجربتنا مع التفول كانت تجربة غنية تعلمت منها أنا بحكم خبرتي أنا كصيدلانية كنت بفكر حاليا أنا بعرف كتير عن الموضوع بس لازم لأحد يكون حريص لأنه بابني الكبير يعرفنا أنه عنده تفول وأنا بحكم أني أم وأرضعته رضاعة طبيعية لمدة سنة فأخذت معلومات كافية وكاملة من دكتوره أنه إيش الأشياء اللي بقدر أتعرض لها والإشياء اللي ما بقدر أتعرض لها الأشياء اللي لازم أكلها الأدوية لأنه مريض التفول مش بس الفول الفول أنواع معينة من الأدوية مثل الأسبيرين مثلا مش لازم يأخذها إشي تاني اللي هي حبات النفتلين اللي ناس بستخدمها لحفظ الحرامات اللي بيحطوها بالحمامات للتعقيم والتنظيف وبعض وبعض الحشرات برضو هذه الطابات النفتلين فصراحة أنا كأم حاولت أني أحمي من كل هاي الأشياء أبعد عنها وكام بترضع ويأخذ مصدر يعني غذاء مني أنا دايركت لي فكنت أنا أحاول أني أبتعد عن الفول كمصدر غذاء والأدوية اللي هي ممكن تضجه اسمي مريانا نصر أنا أم لطفلين ركان وكريم لما خلق ركان وبعمر الأسبوعين طلب منه دكتور الأطفال أنه نعمل فحص روتيني للأمراض الوراثية والخفية ونتيجة للفحص طلع عنده تفول صراحة أنا اتفاجأت لما طلعت نتيجة الفحص لأنه ما عندنا في العيلة أي حدا عنده مرض تفول وما كنت أعرف أبدا في موضوع التفول من هنا إحنا أعدنا مع الدكتور الأطفال وشرح لنا أكتر عن مرض التفول وكيف أنه لازم يبعد عن الفول خاصة وعن كل البقليات بشكل عام بالإضافة لبعض أنواع من الأدوية طبعا صار لازم أوعي ركان عن مرض التفول وعن الأشياء اللي لازم ما يأكلها ويبعد عنها كمان كان لازم لما دخل حضاني ومدرسة أني أحكي للإدارة وللمعلمات أنه هاي الأشياء لازم يبعد عنها وما يتعرض لها أبدا كمان برضو أعدنا مع ركان كتير وظلينا أنواعي أنه لازم أي إشي بنعطاله أو أي إشي بنعرض عليه من أي نوع من أنواع الأكل أنه يسأل الماما إذا موجودة أي حدا من الأرايب إذا موجودين ولمعلمة إذا هي وكان في المدرسة الحمد لله لحد هلما تعرض ركان لأي حادثة أو أنه تعرض أنه أكل إشي بأزيه أنا ركان زف أول عمري ست سنين إذا أصحابي بيعطوني إشي بسأل المس أو ماما إذا بيشير أكله أو لا الأشياء اللي ما بوضع أكلها هم فول فستق حملة وفصولة إذا حدا بيعطيني فستق أو فول أو حملة ما بأخده بقول الله شكرا أنا عندي حساسية